اشتركوا في القناة عنده ابتلي بالإدمان سواء كان هذا الإدمان خمرا أو مخدرات فإن نفسه تلين وتجعله يعني يترك هذه الأمور ويتخلع عنها ويقبل على الله في رمضان صلاة وقرآنا وصيا وهذه في الحقيقة يعني مما تدل على أن في القلب بقي في خير ولأجل ذلك ننصح إخواننا هؤلاء الذين أقبلوا على الله في رمضان أن يديموا الاستقامة وأن يديموا الاتصال بالله تبارك وتعالى وربي رعطهم درس أن تستطيعون أن تتركوا المخدرات بما هيأت لكم من خيرات تستطيعون أن تتركوا الخمر بما هيأت لكم من أجواء روحية فهي فرصة الإنسان يحاور نفسه ويعرف ويعرف باللي ينجم يتخلع عن هذا هذا الأمر الكريه البغيظ الذي الإنسان في نفسه راح يعرف باللي يعصر له بدليل أنه يتركق بالميد الصيام بالتجارب أيها المؤمنون الذين ابتليتم بهذا بالتجارب أن الإنسان الذي يتعاطى المخدرات راح يدير كل شيء كل منكرات يديره أكرمكم الله كل منكرات يديره يعني حتى المنكرات التي يعافها الناس حتى التي تخالف الفطرة يفعلها الإنسان ولا يشعر لأنه ماذا غيب عقله وترك المجال لشهواته وإن نفسه أخبر أن الإنسان إذا شرب الخمر زن وقتل وكذلك التجارب تخبرنا أن متعاطي المخدرات يقتل أمه ويقتل أباه ويقتل أخاه وش من الحياة هذا الذي يفعل هذا الأمر وش من فائدة راح يستفيد منه ثم نقول لهؤلاء الذين يتعاطعون هذه المخدرات وقد تابوا إلى الله في رمضان فرصة لمحاورة الذات محاورة النفس أنت إذا شربت تعطيت المخدرات هل تفكر أن تكون مهندسا هل تفكر أن تكون طبيبا هل تفكر أن تكون معلما أن تكون عالما يبعد أن تفكر في هذه الأمور بل حتى ولو كنت أنت تدرس حتى وكنت في الجامعة إذا غيبت عقلك خلاص مجال الطموح يقل ويقل ويحصر في ماذا كيف تحصل على هذه الطرس كيف تحصل على هذه الحشيشة لتغيب عقلك ويستهزئ بك الناس نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي كل مبتلى وأن يجعل أمره إلى خير وأن يهدي شبابنا وشوابابنا وصلى الله وسلم على محمد وآله ترجمة نانسي قنقر